أهلا وسهلا فيكم مطبخنا فكرة وطبخة مع أم أحمد رح نعمل مع بعض اليوم الحلو اللي هو سنية الحلبة رح نعملها بطريقة بسيطة وسهلة وبمقادير إذا عملت نفس الطريقة رح تطلع معاك ناجحة على المضمون لاحظوا معاي كيف طالع شكلها ما شاء الله لونها أحمر مقرمش من الجهتين نفس اللون وطعمها والأروع من هيك وكيلو من السميد عمل معنا كمية كثير كبيرة رح نبدأ الآن بالمقادير عنا ثلثين الكوب من حبوب الحلبة هون أنا استخدمت الحبوب الوساط بغسلها بالماء كثير منيح وبصفيها بالمسفاي وبحطها بأي وعاء حتى أغليها وتنفش حبتها وتعطيني العسارة منها ضفت لها كوبين من الماء المغلي إذا بتضيفوا ماء بارد وبتغلوها أنا اختصرت الوقت بالنسبة للسميد أنا عندي هون سميد الحنطة الحبة المتوسطة عندي كيلو من السميد بس أنا بدي أعيرلكم إياه بالكوب المعياري بطلع عندي خمس أكواب من السميد هلأ بضيف لهم كوب نفس المقدار من لطحين القمح بناخله كثير منيح وبضيفه لهم بالنسبة لطحين القمح هون فيها بمسكها بمسك حبات السميد ونكهة رائعة ما تستغنوا عنه بالوصفة رشة من الملاح ورشة من الكركم ثلاث ملاعق من السمسم البلدي وثلاث ملاعق من حبة البركة أو الحبة السوداء ضفت لهم ثلاث ملاعق من السكر بقلب كل المكونات الجافة مع بعض بنفس الكوب المعياري بضيف لهم كوب من زيت الزيتون ببلش أقلب زيت الزيتون مع الخليط من هلأ بحكي لكم الريحة ما شاء الله عن جد أكثر من رائع لأنها زيت الزيتون مجرد أنه منضيف له زيت عفوا أنه لطحين القمح لما نحط له زيت الزيتون بعطي نكهة مميزة وفي هاي الوصفة عن جد طعمه أكثر من رائع هلأ بالنسبة لبدور الحلبة اللي كانت في الماء المغلي غليناها لمدة عشر دقائق بنصفيها حتى تبرد الماء لحال وحبوب الحلبة تكون باردة قبل ما نستعملها مبرد منهم جزء بسيط وبضيف ملعقة من الخميرة وملعقة من السكر حتى تتخمر الخميرة هون بحاول أبس السميد كثير منيح مع الزيوت حتى أتأكد أنه كل حبات السميد اختلطت بالزيت وتشربت هاي الناكة هلأ الخليط عندي صار جاهز بعد ما بردت بذور الحلبة بحاول أخلطها مع كل المقدار اللي عنا بحركها كثير منيح وبضيف كل الكمية المتبقية ممكن تأخذ منك شوية وقت أثناء التوزيع هلأ الخميرة جاهزة عنا بضيفها في وسط الخليط وببلش أضيف من السائل بالتدريج اللي هو منقوع الحلبة أو مغلي الحلبة ما شاء الله يعني العجينة في الإيد كتير قوامها بجنن بلشت تتجمع وتتشكل بكل سهولة لأنها هي أصلاً ماخذة بالزيت كفايتها ممكن إذا ما بتحبوا زيت الزيتون ممكن تضيفوا نص نص زيت نباتي زيت زيتون لكن أنا طول عمري أحس إنه زيت الزيتون بعطيها نكهة مميزة هلأ هون بضل أضيف الماء لحد ما أقلب العجينة تطلعوا معي طريقة العجين هي مجرد تقليب وتجميع للعجينة مش أكثر هلأ أنا هون بلشت ألاحظ إنه العجينة بلشت تتخمر أثناء التقليب يعني هون الدليل إنه الخميرة ناجحة وما رح تأخذ منها أي وقت في التخمير شوفوا ما شاء الله كميتها كيف طالعة هلأ ممكن أرش رشة بسيطة من منقوع الحلبة لإنه اللي سميت بتعرفوا بشرب أكثر وبتضلها طراوتها أفضل هلأ بحضر الصينية أنا هون شايفين الصينية اللي أنا حضرتها هلأ هنها بزيت الزيتون مقاسها 40 في 30 طبعا هي كبيرة اختاري صينية حسب أو السدر اللي بدك تحط فيه حسب الفرن اللي عندك بتبلشي توزعي الكمية بالتدريج وبالنسبة لسمكها طبعا ما تخلوها رقيقة الحلبة بتختلف عن أي نوع حلو لما نمدها كل ما كانت أعلى شوي كانت أطياب وشكلها أرتب هلأ هون بنزبطها صوصا لتراف طبعا هلأ بنبل عجل التقطيع في كمية من الحلبة اللي ضلت عنا وبنقطعها بالشكل اللي انتو بتكم إياه وربات أو مربعات أي شكل بتحبوه وهيك صارت عنا جاهزة هلأ بنغلفها بالنيلون الغذائي حتى ما يدخل عليها الهواء ويسرع عملية التخمير وبنغطيها نتركها لحد ما تخمر هلأ راح أحضر للقطر الحلبة غير عن أي حلو بدها كمية كبيرة من القطر أنا بالكوب هاد حطيت ثلاث أكواب وثلاث أكواب من الماء وعصرة من حامض الليمون ورح أحطهم على النار مجرد ما يغلوا بعد ما يغلوا بتركهم لمدة سبع دقائق وبطفي عليهم النار هلأ هاي بعد ما خمرت طبعا ما يعني أكثر من نص ساعة ما أخذت عنا بحطها بالفرن على درجة حرارة 200 طبعا فرن خلوه محمى بشكل مسبق وهيك طلع عنا شكلها بعد ما اتحمرت منيح استنينا عليها للأطراف بعدين حمرناها من فوق الوجه والنسبة للحلبة لازم نحمرها كثير منيح من الأعلى لأنه مرات بنطلعها بنفكر أنه درجة الإحمرار كافية لا هيك شربناها كل كمية القطر اللي حطيناها بعد نص ساعة قطيناها بعد نص ساعة بنرجع بنعيد على التقطيع حتى ندخل السكين لآخر القطع خلينا نشوف كيف شكل القطعة لما نطلعها ما شاء الله ما شاء الله يعني ريحتها بتجنن وقوامها عن جد مرتبة كثير لاحظوا معنا كيف طالعة يعطيكم العافية بتمنى أنها تكون نالت إعجابكم الحسن المتابعة إذا كنتوا ضيوف جداد ياريت تعملوا اشتراك وتفعلوا جرس الإشعارات وأهلا وسهلا فيكم